تاس فادي بدايةً حابين نبارك لك نجاح عمل المسلسل مقابلة مع السيد آدم برأيك اليوم انت ككاتب ومخرج شو هو السبب تميز العمل بظل الإزمة اللي عم تمر فيها لدراما السورية نحن بس قدمنا مادة جديدة مادة بتشبهنا شوي مادة فيها احترام العقل المشاهد الانتاج كان منيح الممثلين بمكانهم النص مختلف عن النصوص الأخرى هنه مجموعة قضايا صراحة اداء الممثلين كتير منيح الفنيين اللي اشتغلوا من قلبه رب بالمصطلح الشعبي كترة الأحاديث بالفترة الأخيرة انه قرار وجود جزء الثاني من العمل جاء بعد نجاح الحلقات الأولى وحضرتكن اصدرت وبيان بانه هذا الموضوع غير حقيقي خلينا نحكي شوي عن الموضوع ونحكي هل رح يكون استمرار الجزء الثاني هو لنفس الجريم او رح يكون في قضايا اخرى تناول الموضوع لا بالبداية عزيزتي من نما انبعت النص للاسازة الممثلين الكل بيعرف انه هو جزئين بنهاية الجزء الاول مكتوب بهيك بالبونط العريض يطبع الكل بيعرفوا هذا الحكي وحتى البرومو اللي نازل على صفحتي انا الشخصية مكتوبة عليه بارت ون والمحطات حتى ابو ضبي لما عرضت كتبت على المنصة طبعه على ايدي تيفيه كتبت الموسم سيزن ون فهذا الحكي متفق عليه هلا فكرة انه اللغة اللي صار حواليه انه بما انه نجح الجزء الاول وبننا نعمل جزء تاني هو صراحة مشاهد جاعبال ويعرف شو نهاية الحطوتي بس هي الحطوتي ما بتنتهى ب30 او حتى صار في شوية اشكاليات مع المحطات لاني عملتو 30 او 30 عشان نوصل الفكرة معينة مع العالم انه انا مصور تقريبا حوالي بديك تلت العمل تلتة جزء التاني وقفت بسبب ظروف كورونا والحجر استقبال الممثلين من بره من نفضالي والاكار من لبوسينج كل ياتنا عشنا بهي الظرف فهو اساسا مقرر العمل جزئين ومكتوب على انه جزئين مو بناء على نجاح الجزء الاول لا هي كانت اساسا مراهني او بتمنى ان نقولي بس على الاقل يفوت على صفحة الشخصية شوفوا انه انا كاتب بارت وان استاذ فادي حضرتكن عرضتوا البرومو على الشاشات وعلى صفحة المسلسلة الرسمية يا ترى هالبرومو تصور او اذا فينا نقول الجزء التاني تصور او لسه ما تصور قديش كمية التصوير اللي بلشتوا فيه يعني احنا مصورين حوالي اذا بدك نحسبها زمن حلقات فيه مصورين حوالي عشر حلقات كتايم يعني كعدد مشاهد كان يفترض نكمل كلاته كسلسلة وحدة كان محاولة مع المحطات اتفاق انه ياخدوا سلسلة بس انه المحطات بتحب تاخدوا كلاتين يعني رمضان هو موسم ماي سيزن للكل خاصة بيرجع بيوجود الازمة حتى الشرط الانتاجي للمحطات اختلف شرط زمن دقوله العقود الاتفاقات المادية كلها تختلف لانه فيه ركود عام بشكل عام هي كلها تم نعرفها الاستاذ فادي الموسم رمضان القادم يا ترى رح يكون في عندك شي رح تقدمه غير مسلسل مقابلة مع السيد ادم يعني بس يخلص ان شاء الله على خير وسلامة منفكر من نحكي بالجديد اكيد فيه جديد دائما يعني ممكن نتوقع نشوف عملين للك الموسم القادم لا لا انا ماني من هذا الطرح العمل بده كتير وقت بين كتابة وبين تحضير وبين هو اسهل مراحل العمل هو التصوير ما بنقول اول يوم اول كاميرا خلاص خلاص العمل كيف اليوم بتشوف وقال دراما السورية بوجهة نظرك لا لا ما بدي حكي عن دراما السورية باليوم يعني احنا بلد عشر سنين ضمن حصار وحطى ظرف المحطات هالا كتعمل لك ظرف المحطات اختلف من حيث التمويل من حيث المواضيع يعني بالاخير اسمه انتاج يعني بده مصاري كشان يجيب مصاري اي بالمصطلح الشعبي فلما بيكون ما في محطة عم تاخد او ما في محطات عم تاخد في شي تبعا لموضوع سياسي في شي تبعا لمواضيع معينة في صعبة بالتمويل اساسا عند المحطات نفسها هي كلاتها بنعرف نحنا بسوريا الوضع مؤثر علينا بس بره الوضع مؤثر كتير هالا عملية لانا كلتة شهر نحنا العالم كله منغلقين ما في لاحد عم يطلع ولاحد عم يفوت ولاحد عم يسافر فحتى دورة رأس المال مختلفة فدائما الدراما والموضوع الحلو بده مصاري بده انتاج حتى تجيبي ممثل بمكانه بدك تكون يجايب اسماء العالم تعرفها وتقدم له شي جديد حتى تكتبي نص المخرج بالاخير بده لحتى يشتغل بده حتى يطبق خياله بده بده امكانيات لا امكانيات بمعناتها اسماء مصاري ما في نص حلو ممثل سيء بيطلع العمل المنيح ما في نص منيح ممثل سيء بيطلع العمل الحلو كله بالاخير واحدة متكاملة يعني برأيك فينا نحنا نقول انه نجاح المسلسل مقابلة مع السيد آدم كان السبب لنجاحه هو قلة الاعمال اللي تقدمت بهاي السن لموسم رمضان 2020 المانية شايف في قلة عمال وين جميعهم نشاركوا في عمال كتير عمستوى عالي ونجوم شاركوا مقابلة بتوقع لانه قلتلك طرح جديد فكرة جديدة لهيك حتى العالم ما تقبلت نبدئيا حابة تعرف النهاية رح تعرف النهاية بس بجزء الثاني لانه العمل في كتير خطوط مع انه بس انا بحب اقول انه باخر خمس داعية بالحل عكلا تاوكلا عاتين في كتير خطوط ما حدا تركب ما حدا فات على الديتيلز بس رح يعرفوه فيما بعد مناسبةabi ترجمة نانسي قنقر